شكرا لك ننسي نبدأ الصحف اليوم من نداء الوطن ومقال كلار شاكر بعنوان الحريري باسيل وجها لوجه من جديد تقول كلار شاكر تنحصر السيناريوات الحكومية بعد كل الإرباك الذي تعرضت له في ثلاثة تأليف حكومة من لون سياسي واحد أي حكومة الأكثرية النيابية وهو خيار يراه حزب الله بمثابة أبغض الحلال ولن يختبره إلا مكرها في حال تدهورت الأمور الاقتصادية في البلد بشكل دراماتيكي واستمرت حالة المراوحة السياسية على نحو أقفل بقية الخيارات ثانيا إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال على نحو موقت إلى حين نضوج الوضع السياسي بشكل يسمح بتأليف حكومة تحضى بأكبر غطاء سياسي ممكن ثالثا العودة إلى الحريري لإعادة فتح باب التفاوض معه على شروط بقائه في السرايا الحكومي تحت سقف حكومة تكنو سياسية وهنا يعرف من تابع عن كثب جولات التفاوض مع رئيس تيار المستقبل أن شرطه الأبرز هو خروج كل الوجوه الاستفزازية من الحكومة قاصدا بشكل خاص رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل وهنا بيت الأزمة الحكومية تقول كلار شكر نقلا عن المطلعين على موقف حزب الله أن الأخير لم ولن يمارس الضغط على حلفائه للقيام بأي خطوة غير مقنعة بالنسبة إليهم وليدا لن يطلب من باسيل الخروج من الحكومة إذا كان يرفض القيام بذلك كما لم يطلب أبدا من رئيس الجمهورية أقنع رئيس تيار الوطني الحر بهذه الخطوة ننتقل إلى الأخبار وفي الموضوع الحكومي نفسه كتبت الأخبار الحريري باسيل من يصمد أكثر تقول الأخبار في مقالها لم يعد في الميدان سوى سعد الحريري في الجولة الأخيرة أنهى مرحلة البدائل من يرد أن يشكل الحكومة عليه أن يرضخ لشروطه لكن ذلك ليس موقف رئاسة الجمهورية في بعبد إصرار على تحمل الحريري مسؤولية أفعاله من استقال عليه أن يتفاوض مع الكتل النيابية للوصول إلى تشكيل الحكومة وفي حال أراد استبعاد جبران باسيل فإن لذلك كلفة سياسية عليه أن يتحملها الجميع تصرف على قاعدة أن التكليف أنجز ويبقى التأليف الذي يفترض أن يبت قبل الاثنين المقبل سعد الحريري صار رئيسا مكلفا قبل الاستشارات النيابية تضيف الأخبار ببساطة ولا زمن اقتراح أسماء بديلة وهذا يعني أن الخيارات ضاقت كثيرا أمام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا بد من الحريري ولو طال الزمن لكن ذلك ليكون سهلا عودته إلى السرعي الحكومي مرهونة بإيجاد مخرج لمسألة مشاركة الوزير جبران باسيل في الحكومة في ظل إصرار الحريري على استبعاده يتردد أن عون حاسم في رفضه التام لتأجيل الاستشارات مرة جديدة في الأساس هو كان يريد تأجيلها حتى الخميس فقط وليس الاثنين يعتقد أن الحريري الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه باستقالاته عليه أن يتحمل مسؤولية الحل وهذا يعني أن لا خيار أمام الأخير سبا السعي إلى الوصول لتفاهمات قبل الاثنين المقبل أي أمر آخر سيعني وصوله إلى رئاسة الحكومة مجردا من دعم الأكثرية العونيون على الأرجح سينتقلون إلى المعارضة ورئيس الجمهورية لن يسهل له عمله صحيح أنه يصعب الحصول على إجابة بشأن موقف ثنائي حركة أمل وحزب الله من الحكومة في حال خروج العونيين منها لكن حتى مع افتراض مشاركتهم في الحكومة فإنهما ليكونا إلى جانب الحريري إلى صحيفة الجمهورية والموشات التي كتبت أن الجمهورية علمت أن حركة الاتصالات قد بدأت بالفعل في الساعات الماضية وتركزت في جانبها الأساسي بين عين التيني وبيت الوسط حيث سجلت الساعة الماضية أكثر من اتصال بين الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي أكد للجمهورية أن الأسبوع الفاصل عن استشارات الاثنين ينبغي أن يشكل فرصة لجمع الأطراف لبلورة حلول ومخارج قبل الاثنين بما يجعل الاستشارات الملزمة تسلك مسارها الطبيعي والإيجابي نحو التكليف السلس يليه فورا تأليف حكومة واجه الأزمة الراهنة وتضع لبنان على السكة الإنقاذية بحسب معلومات الجمهورية فإن لقاء وشيكا سيعقد بين الحريري والثنائي الشعي فيما كان خط التواصل مفتوحا في الساعات الأخيرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر على الرغم من حال عدم الانتجام الظاهر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تحدثت المعلومات عن بدء محاولات لعقد لقاء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلا أن مصادر بيت الوسط تقول للجمهورية أنها لا تملك أي معطيات حول هذا الأمر يبدو من المواقف المعلنة أن شكل الحكومة المقبلة ما زال محل تباين حاد بين الأطراف المعنية بالملف الحكومي إلا أن مصادر معنية مباشرة بحركة الاتصالات أكدت للجمهورية الآتي أولا جميع الأطراف وبمعزل عن مواقفها العلنية باتت مسلمة بأن لا إمكانية للسير بحكومة تكنوكرات في لبنان ثانيا أن عددا من السفراء طرحوا جملة تساؤلات أمام بعض المسؤولين اللبنانيين حول معنى حكومة تكنوكرات وتقطع موقف بعض هؤلاء السفراء الأوروبيين مع موقف مسؤول أممي كبير بأن هذا النوع من الحكومات نادرا ما يلجأ إليه في أي دولة في العالم خصوصا أنه أثبت فشله ثالثا بات الجميع مسلما أن الحل الأنجع للبنان في هذه المرحلة يأتي مع تشكيل حكومة مختلطة من سياسيين اقتصاصيين رابعا ثمت فكرة مطروحة حاليا ولكن من دون أن تحسن بعد تفيد أن يصار إلى تشكيل حكومة أقطاب مصغرة تكون بمثابة حكومة طوارئ إنقاذية تنتشر البلد من عمق الهاوية الساقط فيها حاليا نختم مع الشرق الأوسط التي كتبت مشاورات الحكومة اللبنانية تركز على شروط الحريري تقول الشرق الأوسط نقلا عن مصادر أوضحت أن الحريري منفتح على التشاور وأن موقفه معروفه ولا يزال مصرا على تشكيل حكومة إنقاذية من الاختصاصيين في حال جرت تسميته لرئاسة الحكومة ولفتت إلى أنه سيتواصل خلال هذا الأسبوع مع رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليل جملاط الذي لم يلتقي منذ الأسبوع الماضي وادعت المصادر إلى الانتظار لمعرفة كيفية تعاطي التيار الوطني الحر مع المعطيات الجديدة كشفت عن رهان على دور لحزب الله في تدليل العقد بين الحريري والتيار بهدف التوصل إلى تفاهم ينتج عنه تشكيل الحكومة العتيدة لافتة إلى أن كل الأطراف شغلت محركاتها للتواصل والتشاور وتقول الشرق الأوسط لم تظهر ملامح شكل الحكومة بعد رغم أن المعلومات الأولى تفيد أنه ليس من المطروح أن تتشكل حكومة تكنوسياسية حتى هذه المرحلة على الأقل رغم أن حزب الله يسر على تشكيل حكومة مطاعمة بوجود سياسي تشير تقديرات أخرى إلى أن الحكومة لن تكون فطفاضة ستكون حكومة متوسطة تتراوح بين 20 و 24 وزير وتحدثت معلومات الشرق الأوسط عن أن هناك مقترحا بأن تضم أربعة وزراء دولة يمثلون القوى الرئيسية في البلاد في حال كانت تتألف من 20 وزيرا فيما يكون الوزراء الآخرون بأكملهم من التكنوكرات من غير الولوج بعد بالحصص والحقائب والجهات التي تسميها بهذا نأتي لختم جولتنا على الصحف فاصل أعلاني نتابع بعده الحدث مع نادسي السبع وضيفها شكرا